لأنه يوجد أحاديث إهانة للإسلام أقنعك في حديث الراوي يقول ما أدري ابن عباس أنا سيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع كل زوجات القصر واحد والله العظيم لو يحلف على القرآن ما أصدق هذا الحديث شو رأيك؟ أكيد والله العظيم لو يحلفون على القرآن لو أتى راوي الحديث وكل من رواه يحلفون ما أصدقه النبي أطهر من هذا النبي ديننا نظافة تخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسعة مثلا بغسر واحد تخيل لو كل واحد أخذت نص ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع من هذه ما يختسل ويدخل لهذه جامحة ثم يخرج لهذه وجامحة ثم يخرج لهذه وجامحة بالعرق وبغيره ثم يدخل لهذه التسعة ثم هذا بغسر واحد أقسم بالله أن هذا الحديث عن رسول الله كفر كفر ولا عن الكفر الخروج من الله يساء لمحمد فما أقبل أكيد فعندنا أحاديث يا أخي ما يقبلها عقلي فلا تحكي عليك بليلة واحدة وبغسر واحد أقسم بله ما أقبل هذا الحديث إذا الواحد يتزوج ثنتين إخلي ثنتين إنسان مسلم الآن بينه تزوج ثنتين لو جامع الأولى وخرج من الأولى لأدى لغرفة الثانية تكرهه يقولون أنه أخدسي فكيف محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مثل هذا الحديث ما أقبله فعنده أحاديث عقلي ما يوافق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري متنبئا عن مثل هذا التافه وغيره الجاهل قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء يعني بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو في رواية يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا بعد ذاك القاعدة الباطلة جدا أشد البطلان بتعتقد أنه أي حديث ما يقبل عقلي أن أرد بقاعدة أصلوها من يسمون أنفسهم بالعقلانين وهم لا عقل لهم لا عقل لهم في الحقيقة لأن العقول تختلف ولم يردنا الشارع الحكيم إلى نقض الدين أو نقض القرآن والسنة بعقولنا لأن العقول تختلف والنص الشرعي مقدم على عقلك وإلا لو كان الدين بالعقل وبالرأي لكان مسع باطن الخف أولى بالمسع من ظاهره كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رادا على مثل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعقلانين وهم لا عقل لهم قال لهم لو كان الدين بالرأي لكان مسع باطن الخف أولى بالمسع من ظاهره يعني الشرع أمرنا أنه نمسح إذا نمسح على الخف الوضوء نمسح بفوق مع أنه بالعقل الوسخ بيكون بتعت لكن الدين ما بالرأي الدين بالنص يا وسيم يا سفيه وأنا مصر إنه تافه سفيه لأنه في المقطع هذا بيطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ويسب في الرسول صلى الله عليه وسلم فالناس اللي يغضبوا له أولى إنهم يغضبوا للدين ويغضبوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن كانوا هم فعلا يحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من إنهم يغضبوا لوسيم القاعد يغازل البنات على شاشات الفضائيات وأمام الآلاف أو الملايين من البشر في العالم بل يغمز للبنات بعض البنات اللي بتصلوا له في الشاشة والمقطع موجود انت قال لك انا بتكلم ساي الوسائق موجودة ويقبل في الهواء لما الواحد يسأل عن مرة ومرة بتحب وسيء وتحضر له وتحب الحضور له يقبل في الهواء ما تحب تسمع لك والله العظيم ما كانت تصل تبك تراك انت من الناس اللي هي تحب تسمعك انت بالنسبة لها غداء روش شو السمع ايه ما تحب تسمع لك والله العظيم ما كانت تصل تبك تراك انت من الناس اللي هي تحب تسمعك انت بالنسبة لها غداء روش شو السمع ايه التافي وسفيه وجاي توج كل هذه السفاهة والتفاهات والطعن في الدين بالطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذاك حكاية انه الحديثة البخالف القرآن نرده بفهم من يفهم انه خالف القرآن اعلم انه لا يوجد حديث صحيح يخالف آية من القرآن ابدا ولا يوجد حديث صحيح يخالف حديث صحيح ابدا كما لا توجد آية تخالف آية الا ذا كان في نصف اطلاقا ما فيه ليلة ان القرآن من عند الله كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والسن من عند الله ابا او رضي وسيم وغيره من التافهين لان ربنا سبحانه وتعالى قال عنها وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى فاذا علمنا ان القرآن والسنة معا من عند الله فانه لا يوجد تعارض او اختلاف بينهما كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن طالما انهم الاثنين من عند الله ما فيه اختلاف ابدا يا وسيم والناس المعاو ثم قال هناك حديث قال يوجد حديث اهانة للإسلام اهانة للإسلام كيف يكون حديث صحيح يعني قالوا طالما صحيح يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام اهانة للإسلام لكن الرجل داري شكك في الإسلام في أصل الإسلام لانه قبل كذا قال انا اشك بكل كتاب سوى القرآن حتى البخاري ومسلم اشك فيهما فاذا كنت بتشك في الاحاديث النبوية الجات في الكتب الصحيحة دشك في القرآن نفسه علمت او لم تعلم يا وسيم ليه لان القرآن قال ارجعوا لي حديث الرسول ولي كلام الرسول واخدوها والبنهاكم عنه انتهوا عنه قال الله تعالى في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله تعالى عن أحاديث الرسول في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظا وهذه الآية مصداق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرجل لا يفهم ورجل جاهل قل لك بعض البنات في التليفزون وبعض في ناس جهل يحضر له وقلوا ده شيخ ده شيخ طيب الصعلو كيف وريني إذا كان ده تعريف ده الشيخ تعريف الزول السفيه والنسوانجي حيكون كيف إذا كان ده شيخ المهم قال في حديث قال ما أدري باستخفاف واستهتار واستهزاء ما أدري قال الرهو بن عباس أنس يعني باستخف بابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام المهم رضي الله عن الجميع قال نسيد قال والله العظيم لو يحلف على القرآن ما أصدق هذا الحديث والله العظيم لو يحلفون على القرآن لو أتى راوي الحديث لو أتى من راوي الحديث وقبيل قال حديث الراوي بن عباس أو أنس يعني يكسد ما راوي الحديث ابن عباس أو أنس الصحابي يعني قال والله العظيم لو أتى راوي الحديث وكل من راوي الحديث بما فيهما الصحابة ويحلف على القرآن ما أصدقكم أقسم بالله أن هذا الحديث كفر وما عن كفر مخرج من الملة يعني الصحابي عن وسيم لو أتى وأقسم بالله إن الرسول قال الكلام ده لاحق الصحابي يعني قال أنا سوي بن عباس قال الراوي ده لو جحل بالصحابي قدام وسيم وسيم ما يصدق الصحابي أهدى رأيكم فيه شنو سفيه ولا ما سفيه وده بيطعن في الإسلام ولا ما بيطعن وطعنوا سب في الصحابة ولا ما سب كلامه ده سب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه وأي سب أعظم في إنه يقول لو يحلف بالله الراوي ده هو الصحابي الجليل رضي الله عنه أنس بن مالك وراوي الحديث لو يحلف قال بالله هو قال على القرآن وطبعا حليف على القرآن بيطع لكي نعرف الحمير بأكل الجنزبيل المهم خلونا بالموضوع الأساسي قال لو يحلف لي الصحابي ده ما أصدقه وربنا قال عن الصحابة البطعا في صدقهم لنضطعني في صدقهم وفي عدالتهم وسيميوسف ده بطعا فيها ربنا قال عن الصحابة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال ابن القيم والصادقين هنا في هذه الآية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخذ الناس ربنا رضي بل اختاروا لحمل القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام لينشروه لمن بعدهم من الأمة واختارهم لحمل الوحيين من الكتاب والسنة ولحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون في أصدق منهم أو أفضل منهم أو أخير منهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث وبعد الناس يزكوا في وسميوسف ده والله يا الله يسألكم ذولي سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويصفهم بعدما الصدق عنه بالكذب وانتوا قاعدين تدافع عنه وتقولوا ليس يا تتموت تتكلموا فيه بنتكلم فيه بنتكلم فيه بنتكلم فيه أي إنسان دافع عن هذا الخائن الخبيس الخسيس الطاعم في صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد لاتين واعلموا أيها الأمة المسلمة أن من طعن في صدق الصحابة واتهمهم بالكذب وقال لو يحلفون لي بالله ما أصدقهم هذا يطعم في القرآن وفي السنة لأنه ما نقل إلينا القرآن والسنة إلا الصحابة فالذي يطعم فيهم يطعم في القرآن والسنة كما قال الإمام أبو زرع الرازي فافهموا ما يقصد وسيم يوسف يقصد أنه يريد الوصول إلى الطعن في القرآن والسنة وفعلا طعن في الرسول بعد ذلك عديل صرح بها ما محتاج لك كثير إثبات قال شنو قال يجي الرسول يدخل لهذه يجامعها ثم يدخل لهذه يجامعها وهذه يجامعها بالعرق بالعرق يعني يتهم إن عرق النبي عليه الصلاة والسلام كريه وسيء عشان كده أنكر الحديثة والصحابة قالوا كنا نطيب طيبنا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وسيم يا جاهل يا سيء يا مبطل يا باطل يا منحرف عن الدين عرق النبي عليه الصلاة والسلام تصف بالعفان يا عفن يا وسخ تق الله يا أخي وأنا ما بقول والله الخطأ من وسيم بس الخطأ لمن يحضر لهذا الرجل ولمن سخر له هذه الوسائل التي يتبجح فيها ويغازل النساء ويكذب الصحابة ويسب الصحابة رضي الله عنهم وأخيرا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام تقول الله يا ناس تقول الله ماذا فضل للإسلام وماذا بعد الطعن في رسول الله والطعن في أصحابه رضي الله عنهم ماذا بعد ذلك ماذا بقي من الدين وماذا بقي من الإسلام وماذا بقي من الإيمان لهذا الرجل طيب بعد ذلك قال عندنا حديث يا أخي ما يقبل عقلي فيا أخي ما تضحك علي وكرره مرتين أو أكثر من مرتين الحديث ما بترد بالعقل لأنه عقلك أصلا عقل باطل والحديث ترد بالعلم الحديثة الضعيفة يعني والغير صحيحة بالعلم بما يسمى به علم الحديث أو علم المصطلح أو مصطلح الحديث أو علوم الحديث عند المحدثين معروف لكن أنت لعرفك شنو بالكلام ده نهارك كله قاعد تغازل النساوين في التلفزيون وتخدع النساوين ويتصلم بيك ويتكلم كلام فارغ بعض النساء بعضهم محترمات لكن أنت غشيهم وبعضهم كمان أظنوا عصابة أنت عصابة متفقين متفق مع بعض النساوين بقولوا كلام فاحش يا أخي طيب قال برضو مثلا أراد حديث أراد النبي أن ينتحر قال أنا ما أصدق قال كذا ما كنت بصدقه لأنه جاهل لكن الآن ما أصدق يعني دار يقول الآن بكذا عالم أنت أصلك جاهل من زمان والليلة ازددت جهلا لأن الزيادة دي دي مرسلة من رواية الزهري كما قال ابن حجر في فتح الباري الزيادة بتاعت أوفى على ذروة جبل ليتردى منه دي دي زيادة غير صحيحة ردوها العلماء وأعلوها بالإرسال والمرسل من أقسام الحديث الضعيفة بالعلم ردوها مش ساكد بينه ما غشي عقلي والمرض ما صدق هذا اللي بتتكلم معه بتغى غيره خلاص قيل نفسه تقول الحديث ما صحيح طيب أيضا كلام كثير الرجل قالوا يومي بخري في الدين ويبسد في الدين وإلى الله المشتكى ومثل هذا تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجة بإشناد حسن قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرغيبضة قالوا ومن الرغيبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة والله المستعان وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وصلاحنا المترجم للقناة